والله شوف أنا لا شك نصراوي لا بد أني بذكر أجيال نادي المصر طبعا من وقت محمد سعد العبدالي وربعا اللي مع كلهم حسن الدنيني، عيد الصغير ناصر الجوهر، سعد الجوهر أبو حيدر إلى جيل ماجد عبدالله والكابتن يوسف خميس ومحيس الجمعان، الهريفي توفيق المقرن السعود الحمالي طبعا خالد التركي نسيناه برضو كابتن خالد التركي، كابتن منتخب السعودي قبل وبعدين لا شك طبعا يجي الجيل اللي براهم اللي هو السهلاوي حسين عبدالغاني إبراهيم غالب شايع عبدالله العنزي يعني ناس كثير يعنون للنصر كثير إلى الجيل اللي تلاه مباشرة وقت ما كان فيه جوليانو أحمد موسى وكذلك عبدالرزاق حمد الله مرابط مايكون والدور اللي حققوه إلى ما وصلنا الآن حقبة أعظم لاعبي العالم وأفضلهم على الإطلاق اللي هو الكابتن من كريستيانو رونالدو والمجموعة الكبيرة اللي معي يعني إذا تنظر لكل واحد الحالة ترى كلهم ما شاء الله يعني لا الكابتن سلطان الغنام وش اسمه نواف العقيدي ماني تاليسكا أوتافيو بروزوفيتش يعني كلهم لكن يمكن طغيان وجود كريستيانو رونالدو خلى تداول الأسماء الأسماء هذه أقل بقليل من اللي هم يستحقونه لكن لا شك نادي النصر الآن يعني المجموعة اللي فيه مجموعة من أفضل ما يمكن ومن أحسنهم عبدالله الخيبر نسيت خاصاً الآن مبدع كذلك في المنتخب رب يوفقهم جميع إن شاء الله بإذن الله أنا برجع للأسماء الكبيرة اللي موجودة في نادي النصر اليوم تلعب لكن خليني أسألك بما أننا تكلمنا عن الأمور التاريخية في الديربي طيب تذكروا مباراة معينة إلى الآن عالقة في ذهنك للنصر والهلال والله مباريات واجد لكن طبعاً لا شك كاس الملك وهدف ماجد عبدالله ذاك الرائع بالنسبة لنا يعني الكثير كان صراويين كاس الملك الآخر أو اللي في جدة اللي في زنافي بثلاثة اللي ماجد جاب اثنين ومحيسن الكوبرا جاب واحد وطبعاً أكبرهم وأهمهم كذلك المباراة اللي كانت يمكن سبب مباشر بعد الله طبعاً لا شك في تحقيق دوري 2019 اللي هي الدوري الاستثنائي لما المدافع جاب هدفين وعبدالرزاق جاب هدف هذه المباراة بزعم يعني تبقى بالذاكرة وإلى الأبد إن فيه مباراة كثيرة بالذاكرة لا شك لكن أنا أعتقد هذول بيكونوا أهمهم للنصراويين عموماً أنا أعتقد هذه الثلاثة المباراة الآن حالياً أعتقد طبعاً أنا أتكلم كنصراوي يعني بطبيعة الحال مني بذاكر للشيء اللي انتصرنا فيه إن شاء الله ممتاز نتكلم عن